وقع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي ورئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش اليوم بالمكلة على اتفاقية لقبول 80 طالب وطالبة من محافظات حضرموت وشبوى وعدن بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت بدءا من العام الجامعي 2022-2023 بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من جانبه يعرب رئيس جامعة حضرموت عن ترحيبه بالطلاب في رحاب الجامعة التي أنشئت بموجب قرار رئاسي في العام 1993 للميلاد مشيرا إلى أن شروط القبول للمنحة يأداثها شروط القبول لجامعة حضرموت حقيقة اليوم كنا على موعد مع جامعة حضرموت الصرح العلمي هذا الذي نفتخر به تشرفنا اليوم بمعاية الدكتور رئيس الجامعة أن نوقع على المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة باستيعاب 80 طالبا من ثلاث محافظات حضرموت وشبوى وعدن هي شروط شروط اللي ينطبق عليها أي متقدم لجامعة حضرموت نفس الشروط ما تتغير بها لا يقل عن 85% نسبة النجاح ولا يكون خريج هذا العام يكون الخريج العام السابقة وطبعا يتطبط ويقوم بعملية التسجيل والقيد في طار الفترة المحددة لهذه الكلية وطبعا نحن هذا الرسوع سيكون بإذن الله تعالى سيبدأ موضوع القيد تقييده وسيصرف له بطاقة وطبعا أول ما تصرف له بطاقة يكون طالبا في جامعة حضرموت وموضوع اختيار الناحة طبعا سنتنا مكشوفات معمدة من محافظة المحافظة بعد أن تأتيها من محافظين في عدن وشبوة ثم سنقوم بفحص هذه الملفات بحيث أن تنطبق عليهم الشروط المحددة في اللواحي الخاصة بجامعة حضرموت